تركيزنا كان على الأزمة السورية خصوصاً الوضع في الجنوب السوري والأخطار الكامنة في حال اللا استقرار التي تعمق معاناة أشقائنا وتهدد أمننا الوطني بحثنا الخطوات المطلوبة لتحييد هذا التهديد إذن ليست سوريا بأكملها هي المهمة بالنسبة للأردن ولا شعبها المشرد والمهجر في كافة أسقاع الأرض ويبدو أن عمانا أدركت خطأها الجسيمة في تطبيع العلاقة مع بشار أسد وبات جلياً بالنسبة لها أن لا سلطة له على الميليشيات الإيرانية والحل والحسم بيد موسكو الزيارة التي كانت مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الأردن تمت وبالفعل كانت القضية السورية محورها الرئيسي لكن مضمون ما بحثه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع لافروف لم يأتي وفق المعلن عنه قبل أيام ففي وقت زعم فيه الصفدي أن الاحتلال الروسي يلعب دوراً مهماً في فرض الاستقرار في الجنوب السوري فرض ملف المخدرات التي تغرق بها ميليشيات أسد وإيران بلاده بشكل متواصل نفسه على الطاولة حيث طلب الصفدي من لافروف بعد مغازلة بلاده أن يكون هناك تنسيق بين موسكو وعمان للتصدي لما وصفها بالتحديات في الجنوب السوري وبالتحديد على حدود بلاده في جانب المقابل لم يكن رد لافروف وفقاً لتطلعات وآمال استفضي وبلاده بل إنه تجاهل بشكل واضح مخاوف عمان بشأن الانفلات الأمني على حدودها مع حكومة ميليشياء أسد معيداً كلامه القديمة المتجددة عن وحدة سوريا ورفض التدخل الأجنبي وحق شعبها في تقرير مصيره دون أن يسمح للصحفيين بتوجيه أي أسئلة للوزيرين وهو ما رأاه محللون محاولة لإخفاء عمق الخلاف بين موسكو وعمان حول الملف السوري ونسفاً لما صرح به الصفدي قبل أيام عن وجود توافق عربي للعب دور قيادي لإنهاء ما وصفها بالأزمة السورية هناك خطر تهريب المخدرات إلى الأردن وعبره والميليشيات التي تدعم عمليات التهريب هذه وغيرها من الأعمال العدوانية والإزدياد في البؤر الإرهابية وأخطار أخرى اشتركوا في القناة